يعطيكم العافية يا رب معكم مرة معوض خلينا نكمل بالبارت الأخير من شابطة 14 حكينا بال وحكينا عن التفاعل كيف نطلع تمام؟ ولكن فيه شغلات يجب أن نعرفها يعني عندك هنا ما هو؟ وبحكي لك هو أبطأ تفاعل ما بين المتفاعلات في الميكانيزم تمام؟ يعني لما يكنا مش حكينا أنه فيه تفاعلات واحد اثنين تطلع صح؟ المعادلة النهائية تمام، الآن المهادرات هاي دائما ممكن حطة ثلاثة عادي يكون واحدة منها مثلا واحدة تكون واحدة تكون واحدة تكون التانية ممكن ما يكتب الكاش ممكن يعني بالعادي ممكن يكتب ممكن ما يكتب بس لازم يكتب لك ليش؟ هي الأهم هي تمام؟ هذه هي المهمة طيب شو بدنا فيها هاي المعادلة اللي هي المعادلة اثنين أحكي لك إنه هلأ بحيث إنه تكون كيف نتأكد إنها صحيحة يعني مثلا أعطيك لما يعطيك مثلا معادلتين هنا هي واحد اثنين هنا بالسؤال هنا هنرجع هنجي له كيف نتأكد إنه مثلا هاي المعادلة النهائية تمام؟ هاي هي نفسها هي يعني طالع من الميكانيزم هذا تمام؟ كيف ننعرف؟ في شرطين أول إشي حكينا لازم يكون مجموعهم زي ما عملنا بالمحاضرة السابقة إنه منشطب النهو معنى النهو حكي هذا كله كيف ننطلع اللي لازم يكون متشابهة طلع اللي تمام؟ هاي أول شرط تمام؟ هاي ثاني شرط لازم يتوافق قانون سرعة التفاعل مع التفاعل البطيء اللي هو RDS اللي حكينا عنه هذا الـ تمام؟ مع قانون سرعة التفاعل للـ للـ للتفاعل النهائي تمام؟ هذول شرطين مهمين كيف يعني؟ دعنا نحن السؤال طيب في عنا هون السؤال معطيك الـ تمام؟ هو بيحكي لك إيش؟ بده الـ مطلوب الـ للـ بده الـ تمام؟ كتبنا بس الـ ليس معي لازم يعرفه تمام؟ كيف ننعرفه؟ هو معطيك برضه هون الميكانيزم معطيك انه هذا وهذا تمام؟ هذول بكم معطيك إياهم فحكينا ممكن ما يكتوب لك ممكن يعني ما يكونش مكتوبة تمام؟ بس لازم يعطيك الـ الـ هاي هذا لأنه يعطيك كل سلو حكينا اكتب الـ لكل واحد منهم لكل معادلة اكتبهم تمام؟ نحوذ إحنا إيش متفعلات ولكن لاحظوا بالميكانيزم الـ مثلا بالتفاعل عادي من استخدام العضة الجزئيات يعني هنا في واحد هنا في واحد هنا واحد مكتوبين جاهزين تمام؟ أما لا لا تستطيع يعني لا تستطيع تحط الـ هي هنا 2 في X تساوي 2 و هنا تساوي 1 هذا أحكي غلط تمام؟ بالـ بس بالميكانيزم فمنكتب الـ نحن إيش بنسوي؟ بسيطة نضح من الـ صف؟ هيا الـ بإذن الـ استخدام بإذن الـ هيكون هو هذا هو نفسه الـ يعني الـ هو نفسه هي كي بدل ما يحط خلاص هو نفسه أن أو كامل وساوي واحد والـ وساوي واحد يعني بسيطة والأشي يخذ الـ ويكون نفسه تمام؟ وهي الـ الـ الاطلاق الآتي واحد واحد هاي بيحكي لك نفس نفس قانون التفاعل للـ تمام؟ هذنهم الشرطين أصلاً أنه يكون كيف نتأكد من هذه الميكانيزم الصحيحة تمام؟ طيب في شي لازم نعرفه ومهمين مصطلحين مهمات تمام؟ والكتاليز تمام؟ تمام؟ الترميديات شو هو؟ تمام؟ الترميديات اللي هو مركب أو أنصر بيكون بيظهر مع النواتج تمام؟ بالمعادلة الأولى ويظهر بالمتفاعلات بالمعادلة الثانية وما بيظهر بالمعادلة النهائية تمام؟ تمام؟ إذن في شرطين لتحديد الـ أول إشي أنه بيظهر مع النواتج يعني هؤلاء مثلاً في تفاعلين يعني يعني نحكي هنا في A تحول ل B زائد C وهنا في B تحول ل مثلاً لا C برضو مش خلاص تمام؟ هنا تفاعل A تنزل زي ما هي B تروح مع B وال C هنا 2C وهنا هاي A سهم 2C هاي الـ حكينا هش هو بيظهر مع النواتج هي يظهر الـ مثلاً يعني نطلع عن النواتج الـ وبيظهر بالمعادلة الثانية بالمتفاعلات الـ الزهرت لا ما ظهرتش ظهرت الـ وما بيظهر بالمعادلة النهائية يعني الـ ما ظهرت هون إذن الـ هو هيكون الـ الشرطين ظهر بالنواتج بالمعادلة الأولى ظهر بالمتفاعلات بالمعادلة الثانية وما ظهر بالمعادلة النهائية أصلاً تمام؟ فهذا بيكون هو الـ تمام؟ في عندنا يعني بتحكي شبه عكس الـ يعني نرجع نكتب المعادلة برضو نكتب A بس بصيغة أخرى زائد طلب B هنا نكتب معادلة الثاني A زائد زائد مثلاً F خلقوا C تمام؟ وهنا نكتب برضو B مش غلط تمام؟ الـ A مع A 2A ما فيش A بالنواتج فيه هنا C بتوضح مع C تشطب والB بتوضح مع B الـ الـ تنزل زي ما هي ثم هنا خلينا نضيف G تمام؟ عفونا آه تمام هنا G ثم هي الـ طيب الـ كيف حددناها؟ الـ هيها ظهرت بالنواتج ظهرت بالمتفاعلات بالمعادلة النهائية ما ظهرت عقص الـ طيب كيف نحدده؟ عاكس الـ الـ بيظهر مع النواتج بالمعادلة بيظهر عفو относ royal واليظهر بالنواتج بالمعادلة الثانية ومحيث لا يظهر بالمعادلة النهائية صينic يظهر بالمتفاعلات بمعادلة الأولى ويظهر بالنواتج بالمعادلة الثانية ولا يظهر بالمعدل النهائي أي معدل الأولى مثلا في عندك الا ظهرت بالمتفاعلات ولكنها ظهرت بالمعدل النهائي إذن مستحيل تكون هي يعني الاي والأف والج مستحيل يكون لا إنترميديات ولا كتالايش ولكن لاحظوا مثلا عندنا السي السي ظهرت بالمتفاعلات وظهرت بالنواتج ما ظهرت بالمعدل النهائي إذن الكتالايش الشو بد начинается السي حقق شروفه دعنا هنا نأخذ مثال هلينا نشطب هون. طيب. هنا مثال معطيك الميكانيزم لتفاعل. اول اشي طلق عشان ترتاح. دائما نطلق. عندك موجودة بالمتفاعلة اشي زيها? لا. بالنواتج فيه بروحه مع بعض. تمام? فيه زيها? لا. تنزل زي ما هي. طيب. فيه زيها? فيه زيها اه. فبروحه مع بعض. ما بتنزل. فيه زيها? لا. هي زائد ايش او. طيب متفاعلة تشطبه. ضل او تو. او تو زائد او تو. هاي المعادلة النهائية. هاي بعضه. نفسها. بسيطة. دائما اول اشي دائما دائما طلع المعادلة النهائية. تمام? طيب هون بيحكي لك ايش الانترميدات ايش كاتلغيس. تمام? طيب اول اشي مستحيل يالي لا يكون لا او ثري ولا او ولا او تو. لانه ظهر بالمعادلة النهائية. مستحيل لا يكون لا انترميدات ولا كاتلغيس. طيب الانترميدات اه اول اش نتطلب بالمعادلة الاولى عند وين? عند النواتج. بيظهر بالنواتج. عندك سي ال او. الاو تو حكينا مستحيل. اذا سي الاو ممكن تكون انترميدات ونشوف ظهرت بالنواتج وظهرت بالمتفاعلات وما ظهرت بالمعادلة النهائية اذا انترميدات هي ايه. سي ال او. تمام? في الكاتلغيس اش هو? اكيد حكينا مستحيل يكون هذول الثلاث. شوف بالسي ال ال او.セال. من مستحيل يكون 马 او خلاص انترميدات مستحيل يكون كاتلغيس. سي ال ظهر بالمتفاعلات ظهر بالنواتج وما ظهر بالمعادلة النهائية فحيكون كاترايس وايش هو السي طيب خلينا نحل كمان اسئلة لانه يعني دائما الا يجي سؤال انترميدة كاترايس طيب هون معطيك برضو نفس الاشي طلع المعادلة النهائية بحبيه بيحكي لك بده انترميدة ثقط تمام معادلة النهائية زائد يعني بالمع الوقت بتاخد ايدك على الموضوع الاف تو ما في زيها اف تو اف مع اف بتروح والان او تو ان او تو اف تبعمل معادلة النهائية طيب انت منطقيا يعني الانترميدة مستحل يكون واحد من هدولة يعني مستحل يكون ان او تو اف تو وان او تو اف مضرج غير الاف بس برضو لازم نتأكد يعني ما تحكي خلاص الاف تحط جواب النهائي اف لا انتبه برضو لازم نهاية شر الاول تحقق والشر الثاني ما لسه ما شفناه هل هو ظهر مع النواتج بالمعادة الاولى ظهر هل هو ظهر من التفاعلات ا ا ظهر تمام اذا هو فعلا الانترميدة حيكون جواب اف طيب يعني اتوقع بالامتحان يعني بيجيك سؤال بيجيك سؤال زي هيك بهاي الصيغة ما بيجيك بهاي السهولة الا اذا كان يتعظف معك بيجيك بهاي الصيغة عادي هنا بحكي لك هنا فيه تفاول العكسي تمام تفاول العكسي ا زائد بي سي معطيك ثلاث تفاعلات معطيك الميكانيزم برضو طلع تمام اكتبه عشان تسهل حالك طيب الاي بتروح مع الاي صح بنشطه مع بعض البي هي زيها لا تنزل زي ما هي بي تمام طيب اه بي طيب زائد الاي في زيها اه في زيها بال بالنواتج بروح مع بعض تمام السي برضو بروح مع بعض مع النواتج الاي حكيناها او عفوا هنا في غلط ثواني الاي هنا اي متفاعلات هنا اتنين اي تمام زائد البي اي ما ما بتنشطب اه في عننا برضو ايش الجي الجي زيها لأ برضو منتفاعلات جي خلصنا المتفاعلات اي نذوح لالايش للنواتج السي حكينا الراحط الالاي الدي عفوا من راحت برضو مع الدي ضلت دابليو اذا دابليو هاي طيب هون بحكي لك ايش الانترميديات وايش الكتالايز هالانترميديات ممكن يكون عادي يعني مش شرط مركب واحد او عنصر واحد ممكن يكونوا مركبين بكل بصافة تمام لاحظوا في عندنا هون الاي البي الجي الدابليو مستحيل يكون لا انترميديات او الكتالايز يعني خلينا اقول ايش شرط الاول خلينا نطلع عليه نحدف دوائر لانه صراحة الدوائر معقد اشوفو C انترميديات وايش الكتالايز بي والدي شوي يعني عجق الموضوع فعننا بحكي لك C انترميديات والE والE كتالايز موجدين بالاوفررول او موجدين اذا ممكن تكون خليها بالحسبة طيب بي بحكي لك بي اندي ار انترميديات بي والدابليو كتالايز مشتحيل الدابليو والبي موجدين بالمعدة النهية فاذا بي هي مشتحيل يكون جواب طيب بحكي لك C اندي انترميديات تمام طيب C و D مش موجودات اع ممكن A از كتالايز لا اي موجودة فاذا نمسى طيب G اندي اندي ماشي مش موجودة بس G موجودة بالاوفرول الرياكشين برضو شطبها وم بحكي لك C اندي انترميديات والE كتالايز C والD والE مش موجودات واذا نجواب يا اي يا اي طيب كيف نعرف بروح للشرط الثاني شوف كيف سهلنا على حالنا يا شطبنا ثلاث دوائر الشرط الثاني هلأ حكينا الA والB مستحيل نبقى للمعادلة الاولى عندك C ظهرت بالمعادلة الاولى مع النواتج وظهرت مع المتفاعلات بالمعادلة الاولى فاذا C ستكون انترميديا تمام اتفقنا انها C انترميديا طيب طب نشوف الD برضو ظهرت هنا بالمعادلة هاي التانية مع النواتج وهنا ظهرت مع المتفاعلات فاذا C والD انترميديا تمتين طيب ضلعنا ايش الE الE لاحظ ظهرت مع المتفاعلات وظهرت مع النواتج تمام فاذا هاي كتالايز فاذا الجواب النهايه هيكون E الC والD انترميديا والE هي كتالايز تمام طيب خلينا نحل هذا السؤال هذا السؤال جدا مهم وفي فكرة حلوة معطيك تفاعل هون تمام ومعطيك الميكانيزم الو طيب بيدو الريتلو للرياكشن يعني بيدو الريتلو هون تمام اللي هو الريتلو ايش بيساوي بايش بحكينا بس المتفاعلات انتو وفايف تمام بيدو الريتلو الو طيب كيفنا نطلعه هون اكس افوا طيب احنا بس بدنا الريتلو يعني ايش بدنا بدنا يقيمة ال اكس فقط كيفنا نطلعها حكينا الريتلو بدي يكون ايش مشابه للريتلو تبع الاسلو تمام اذا نطلعب على الاسلو عطول خلص وحيكون نفسه ولكن احنا دائما يعني مش غلط اكتب الريتلو لكل وحدة فيهم لكل تفاعل ريت تساوي كي وان لل اه انتو او فايل هنا ايش واحد تمام مش ضرور نكتبها ليش انو حكينا بالميكانيزم تكتبها على عدد الجزئات بالمتفاعلات تمام الريت للي سلو وولو هم اصلا هو اللي حيكون نفسه هم احتياط خليلين نكتب انو او تو زائد عفوا لي مش زائد هاي تركيز انو ثري تمام هنا الريت ساوي كي ثري انو انو ثري تمام كتبناهم احنا حكينا بكل بساطة سيجبك من هدولة انهم فاص بنروح للسلو واذا هاده هيكون نفسه تمام ولكن ما اقضوا هاي خلينا نحل نشوفه هون اوضح هاي كتبناهم كلهم نفس ما سوينا فوق تمام وهي اللير اللي شو اسمه الريت للأوفرغول هايو تمام نفس الاشي حكينا بناخد السلو هيكون نفسه هايو هايو هاي السلو هيكون نفسه وهي الريت له بس لاحظوا يعني هو مفروض يكون نفسه بس انو المتفاعلات مش نفس المتفاعلات بالأوفرغول بالقانون وهذا اشي يعني انت كذا كتحدد القيمة الاكس يعني ماشي متفاعلة باختلفة ماشي هذا هو صحيح بس الاكس كيف ده احددها مش واضحة طيب ارجع هون بترجع لالفي نقطة مفتاحية وهو التفاعل اول هكيلك ايش انه متعاكس تمام هاي نقطة جدا مهمة يعني متعاكس يعني انه بتصدير انك تكتب هذا كيف تكتبه تعكسه هدا ايش تخليه ان او تو زائد ان او ثري تمام بهذا الشكل ان تو او فايد طيب اكتب الريت له له الريت شو بساوي لو هيكون الريت له اصلا لهاد هو نفسه لهاد واذا مش كتبنا احنا هذا تمام لو هيكون نفسه الكي نحن نكتبها ايش اه يعني بهذا الشكل ناقص واحد بس هي نفسها عشان نفرق الايه الكي هاي تركيز طيب لاحظوا انه هون التركيز هذا هو نفسه تركيز هون اللي هو هذا هو نفسه ايش التركيز اللي طلعناه بالسلوه لاحظوا هون القانون هذا نفسه اللي هون تمام اذا حيكون هو نفسه مساوي يعني اذا هذا هو هو مساوي للسلوه تمام عن طريق انه عكسناها ليش كتبنا احنا الريت له للفاصل احنا شو بدنا فيهم احنا دائما ناخد للسلوه فقط بس بهاي الحالة استخدمناه بحيث نطلع قيمة اخرى للسلوه تمام طلعنا قيمة اخرى للسلوه غيرنا شكلها طالما طلع متساوي في احد التفاعلات واذا نستخدم هذا التفاعل تمام ليش استخدمنا هذا طيب لانه مشابه المتفاعلات فيه مشابهة لل الريت له صح واذا اعتمدنا هاي لاحظوا كيف ان اكبر بلا ما تستخدمها منها انها تساوي بعض الاكس اذا ايش تساوي واحد ايها واحد هون القانون الاول تمام اذا واحد واذا الريت له هيكون كالآتي طيب خلينا نحل كمان مثال يعني في حال ما وضحت الصورة واذا السؤال يعني الا يجيك سؤال زي هيك يعني سؤال شوي صغب بيجيك زي هيك عادة معطيك تفاعل برضو معطيك ميكانيزم اه هون معطيك انه هادا معطيك اياه وهي برضو مش شر كما يحكيلك بس انه معطيك انه عكسي تمام بحكيلك انه بحكيلك انه بحكيلك انه step two هي اللي هي طيب شو يعني معنات هذا اللي سلو عادي ممكن هيك يحكيلك اياها معلومة على هامش ولازم يحكيلك اياها لازم يعطيك اشي يعني عنها هو معطيك هنا هي step two طيب بدو ايش بدو ال حكينا اول اشي بدوك تسوي اكتب ال الريت لو لكل وعدة ال اوبر اول وكلهم الهي كام ال ا ا والبي اونا اكس اونا واي تمام ال ساوي الريت 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 اوه اوه الاهم وهو حيكون نفسه ساوي الريت 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 لا ال-E وال-A تربية الان ها تو تمام؟ الان بدنا نرى اللي قيمة ال-X وال-Y حكينا بنروح لل-Slow المعدر التانية هيكون هيها هيكون ايش نفسها بس برضو النواعيات السلاط يعني مختلفة تمام؟ فإذا بدنا نروح ايش؟ بدنا نروح لل-Fast Equilibrium ممكن نراكسه إذا هذا ايش بنخلي ايش يساوي؟ يعني هي حيصير التفاعل بايو ننجح نكتب هون سريع زائد B تفاعل عكسي D نخليه بالعكس D تفاعل عكسي A زائد B يعني هون غيت له بتصير استخدامها بالكالاتي D صح؟ تمام؟ لا دي طيب 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 لاحظوا انه هون K2 D طيب تمام؟ طيب احنا معانا B متشابهة مع الريتلو يعني هنا في B هنا في B تمام؟ بس هنا في A هنا في D تمام؟ احنا كيف بدنا نخلي D نخليها A حكينا هون بساويات ونستطيع نعوض مكان D A و B تمام؟ يعني بدي يصير الريت للسلو كالاتي نساوي الK2 صح؟ البي نزيلها هاي نزيلها زي ما هي صح؟ الدي هي ايش تساوي؟ الA ضرب البي يعني A و B صح؟ B و B تربية الريت تساوي K2 B تربية بالA تمام؟ اذا الاسلو هي هتكون هل هو نفس الريت له A أي A وهي B نفس من الفاعلات اذا الX هتكون كم تساوي؟ تساوي واحد والY تساوي اثنين تمام؟ اذا نطلع على المعادلة النهائية لها الK قوة ثلاثة لا غلط هاي غلط مستحيل اصلا انت يعني انت خلينا نس يعني من بداية المعادلة تستطيع انك تلغي خيارات يعني مثلا A ممكن تكون مثلا في حال انت بصلا طلعت المعادلة النهائية هون اعتبر ان احنا ما حلنا اشي بس كتبنا هون اللي ريت لو من قبل ما نطلع الX والY منقدر نحذف B ومنقدر نحذف E لانه وين يعني هنا مفروض يكون في A وينها وهنا مفروض يكون في B صح؟ اما التانيات اه ممكن نشوف ولكن لما حلنا وطلعنا قيمة X و Y بطلع الجواب C الA الA قوة واحد والB قوة اثنين طيب نرجع ال يعني ما حكينا عن خصائصها على شو بتعتمد وما فصلنا فيها اكتر تمام؟ اللي هو المحفز الكتالايست بشكل عام بزيد من سرعة التفاعل تمام؟ كل ما زدنا كتالايست على التفاعل اللي هو اللي بكون شكلك الاتي دامني اذا بتشوفوا المعادلات ايو لاحظوا هون المعادلة هي هذا الكتالايست لأن او بكون شكلك هاك بالمواد زي محفز بيجيه او عمل مساعد لما نزيد كتالايست بتقل الطاقة التنشيط لي اي 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 شي طبيعي محفز بيحفز النشاط؟ فانت بتقل الطاقة التنشيط وبرضه بيقل الوقت التفاعل بصير اسرعة اسرعة إذن بقل سؤال الوقت هون فبتزيد برضو سرعة التفاعل بيزداد سرعة التفاعل بيزداد الrate constant k لاحظوا هنا هذا تفاعل بغض النظر ولكن الـ ea هنا عادية طبيعية هذا قبل لما ضفنا الـ catalyze لاحظوا الـ ea كيف صارت صارت أقل تمام يعني الـ ea مع الـ catalyze تمام أكبر من الـ ea هي لما ضفنا تمام طبعا قلت طاقة التنشيط قل الوقت زادت سرعة التفاعل وزاد طيب في ثلاث أنواع في عنا اللي هو لما يكون يعني لما يكون حالته متشابهة مع حالة التفاعل يعني هنا مثلا O2 G وهنا متفاعلة تمام هو حالته زيهم وهذا ايش بيكون hemogenes متشابهين في عندك heterogenes تمام بيكون لا الـ catalyze مختلف عن حالة المعادة المتفاعلات والنوادي هنلاحظ كله غاز 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 هو ايش solid الـ i تمام هو different face catalyze مختلف فهذا بيكون ايش نوع heterogenes في هذا النوع الاخير ومش كدير يعني صراحة يعني بيجع لي ممكن سؤال statement بسيط اللي هو أنزيمات يعني بشكل عام الـ catalyze بالأنزيمات مستخدم يعني موجودة في الإنسان يعني هون يمكن أنهينا شابطة 13 وان شاء الله منكمل معكم شابطة 14 ويعطيكم العافية شكرا